بمناسبة زيرة صاحبة السمو كاميلا باركر دوقات كورنويل بالمملكة المتحدة لمملكة البحرين أقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمقار المجلس حفل استقبال أطلعت دوقات كورنويل من خلاله على جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بحضور عدد من كبار المدعوين وعضوات المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو كاميلا باركر دوقات كورنويل بالمملكة المتحدة بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين وذلك ضمن سلسلة الزيارات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين والمنبثقة من العلاقات البحرينية البريطانية الوثيقة التي تعود بتاريخها لأكثر من مائتي عام وقد أقيم على شرف ضيفة البلاد بمقر المجلس الأعلى للمرأة حفل استقبال اطلعت من خلاله على جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية التي استطاعت عبر مسيرة بشركتها الوطنية أن تخوض كافة مجالات العمل الوطني وتحقق العديد من الإنجازات التي تقترب فيها من مثيلاتها على المستوى الدولي وقد رحبت سموها بدوقة كورنويل شيدة بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات صداقة تاريخية ترتكز على أسس قوية من التفاهم والاحترام المتبادل وبسيرة تعاون ثرية تميزت بتبادل منتظم للخبرات نتج عنها الكثير من البرامج والمشاريع المشتركة مؤكدة سموها على أهمية المحافظة على عمق تلك العلاقات وتنمية مجالات التعاون والتنسيق خصوصا على صعيد تبادل الخبرة في مجال العمل النسائي بما يعود بالنفع والتطوير على الخدمات الموجهة للمرأة وبرامج تمكينها وتنمية قدراتها الحياتية والعملية بما يحفظ لها استقرارها الأسري ويحافظ على وطيرة مساهمتها في الحياة العامة وطلعت ضيفة البلاد على عرض مصور يرصد التدرج التاريخي لمشاركة المرأة البحرينية في البناء الوطني الذي انطلق مع بدايات تعليمها في عشرينيات القرن الماضي ومن ثم ريادتها لمجال التمريض في الأربعينيات وممارستها بعد ذلك لحقها كناخبة بصورة رسمية في الانتخابات البلدية المركزية في العام 1950 ودخولها مجال العمل التطوعي وابتعاثها لإتمام تعليمها العالي في ذات الحقبة الزمنية كما أوضح العرض بداية دخول المرأة في مجال البنوك والمصارف وذلك في أواخر الخمسينيات وألقى الطوء على عملها في المجال العسكري الذي جاء في مطلع السبعينيات وبشاركتها الرياضية في ذات الفترة كما اطلعت دوقة كونول على إحصائيات تقيس حضور ومشاركة المرأة البحرينية في عدة مجالات كمواقع اتخاذ القرار إضافة إلى حضورها اللافت في مجال العمل الطبي والهندسي والقانوني والعسكري والثقافي والإعلامي والرياضي والعمل المدني التطوعي ومشاركاتها الدولية وتضمن حفل الاستقبال لقاء جمع ضيفة البلاد بنخبة من السيدات البحرينيات من مختلف القطاعات والتخصصات حيث اطلعت عن قرب على نماجة واقعية وإنجازات نوعية تعكس بشكل صريح ما استطاعت أن تحققها المرأة البحرينية ميدانيا كما تعرفت دوقة كونول على عدد من خريجات مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات وما توفره هذه الحاضنة الاقتصادية من خدمات إدارية وتدريبية واستشارية لرائدات الأعمال حيث اطلعت على قصص نجاحهن في التخروج بمشارعهن إلى سوق العمل الحر ووصول البعض منهن إلى السوق العالمية وفي الختام سجلت صاحبة السمو الدوقة انطباعاتها لمشاهدته تضمن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو وتمنياتها للمرأة البحرينية بالتقدم المستمر كما قدمت صاحبة السمو الملكي لضيفة البلاد هدية تذكارية بمناسبة زيارتها الكريمة للمجلس الأعلى للمرأة وصلاة